كما ذكرت أن غدا هو فعلا المحق العملي وهو محطة الاختبار الحقيقية لدى حكومات الغرب بشأن اعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة إذا كان هذا الطرح كان حقيقيا أم لا ولكن أعتقد أن أمريكا لن تسمح بتمرير هذا القرار لأن أمريكا لها شأن آخر وتفكير آخر في موضوع القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية بشكل عام فأمريكا كما إسرائيل تريد أن تصنع كيانا فلسطينيا يكون تابع أو موالي ويأتمر بالشروط الأمريكية والإسرائيلية لأسباب كثيرة لكن الفلسطينيين يرفضون ذلك تماما ويريدون حقهم بالكامل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأعتقد أن العالم بات يعي تماما أن لا حل لا استقرار في الشرق الأوسطي المزعوم بالقفز على حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة